الحمد لله ودليلنا ومعلمنا وقائدنا وشفيعنا محمد بن عبد الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله ومن ولاه كما صليت وسلمت وباركت ربنا على آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد معاشر مسلمين أرسيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى إذ يقول في محكم التنزيل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاتل ولا تموجن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سبيلا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله والتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله قبير بما تعملون أحباب رسول الله ورجل قلبه معلق بالمساجد نحن مع العصر الثالث من العناصر التي يضلها الله سبحانه وتعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله كنا وقفنا في الأسبوع الماضي عن معنى التعلق ما زينا نتحدث عن هذا الحديث رجل قلبه معلق بالمساجد ببيوت الله سبحانه وتعالى وذكرنا كيف كان تعلق ورسول الله سبحانه وتعالى عليه وسلم ببيوت الله وكيف كانت شغله الشاغ لهذا أيها الأحباب الكرام الإنسان المؤمن حينما يعلم معاني الأمور ومقاصبها حينه يجتهد لكي ينال أعظم وأشرق جزائه لذلك أيها الأحباب الكرام حينما نسأل أنفسنا لماذا يصل هذا الرجل أو هذه المرأة الذي تعلق قلبه ببيت الله سبحانه وتعالى إلى هذه الضرجة أنه يضل في ظل الله سبحانه وتعالى يوم لا ظل إلا ظل ولماذا يتعلق قلبه بالمساجد ما السر في هذا الأمر هو ما سنراه أيها الأحباب الكرام اليوم نقف عنده انتلاقا من القرآن الكريم وحاديث رسول الله عليه وسلم وحاديث رسول الله سبحانه وتعالى 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 أما هو السمين mixيiete؟ ما هو السمين؟ أما هو السمين يحب الى الحب لماذا ينبذي أن تكون كل مدينة في بيط الله؟ أولاً لي أنهان لله أولاً لي أنهان لله وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا ويكفي المؤمن شرفا يكفي المؤمن شرف أن يتعلق بمال الله فمن تعلق بمال الله بما يعني ليس بمال بما يرجع إلى الله فإنه تعلق بالله الله يقول لنا أن المساجد لله ليست لا لسلطان ولا لجمعية ولا لبمالة ولا لقرية كل هذه المسميات التي تسمى مسجد فلان ومسجد علان إنما هي أسماء ربما قد في بعض الأحيان تغري ولكنها لا تزن في ميزان الحق شيئا لأن المساجد كلها لها وما كان لله سبحانه وتعالى دام واتصل في الدنيا والآخرة دوامه في الدنيا وكذلك الآخرة واتساله بالله سبحانه وتعالى عظيم وجليل يكفي أن الإنسان حينما يتعلق خلبه بالمساجد يعني بغي أن يتعلق بالله وليس ببلاد ولا بصفة ولا بشيء من هذه الأشياء التي مع كامل الأسف قد تصرف المسجد عن أن يؤدي دوره الأساسي وَبِعْتِبَيْهَا أَنَّهَا لِللَّهِ بَإِنَّهَا لِجَمِيْعِ عِبَادِ اللَّهِ يدوني سيطنا أولئement سيق Southern شخص سيقيم سيقيد منطقة كما تحدث؟ كما تحدث؟ قصد تحدث في قبل ايضاً لماذا تعني؟ قصد تحدث في قبل لأنك تعني لأيたい حتى الله تعالى تعني بوليجان وأن الله تعالى تحدث في قبل هناك رضي تكون خاصة etون Genevieve هذا horribles جيداً الله تعالى لا متعلق لا ببيوتنا ولا بأموالنا ولا بدواتنا ولا بعلمنا ولا بشأن ذلك لذا تكون قلوبنا متعلقة ببيت الله الأمر الثاني لأنها أحب بقاء في الأرض إلى الله أنها أحب بقاء في الأرض إلى الله سبحانه وتعالى يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث فرج الإمام مسلم أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغد البلاد إلى الله أسواقها يتمعنوا محبا الكرام أن الله سبحانه وتعالى يحب هذه البقاء قض بقعة على وجه البسيطة التي يبنى فيها بيت لله سبحانه وتعالى فالذي تعلق قلبه بما يحبه الله أورته الله محبته حينما يتعلق الإنسان يكون همه بيت الله لأنه أحب بقع إلى الله فإن الله يحبه وإذا أحب الله جاد وتكرر ورضي وأنعم وتفضل واستفى بل الله سبحانه وتعالى يعلن هذه المحبة حينما يحب الله عبدا من عباده لا يخفيها يعلنها في الملأس السماوي والأرض في عيات الإمام مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا حب عبدا نادى في جبريل يا جبريل إني أحب فلان فأحبه فتقول محبة جبريل لفلان أمر من الله ينبغي أن يطع جبريل يحبك تعبدا لله واعتمارا بأمر الله وينادي جبريل بسكان السماء أن الله يحب فلان باسمه اللهم اجعلنا منه في اسمه ويحبه سكان السماء ويوضع له القبول في الأرض يوضع له القبول حتى الذين يبغضونه حتى الذين يبغضونه فإن في الأصل هناك محبة يحاولون أن يزيلوها وأن يغطوها بمصارف تصرف القلوبا وإلا فإنهم يحبونه ويحبون يسلوني في الأرض وإلا فإنهم يحبونه حسنو الله سبحانه وتعالى alors aussi deuxièmement parce que c'est les endroits les plus chers الله سبحانه وتعالى alors que mon coeur est attaché aux maisons d'Allah سبحانه وتعالى ça veut dire que mon coeur est attaché aux lieux plus aimés الله سبحانه وتعالى نبي صلى الله عليه وسلم les meilleurs endroits les plus chers plus aimés comme un endroit c'est les maisons d'Allah et plus détestés c'est les marchés je vais voir tout à l'heure pourquoi les marchés c'est l'imam muslim alors qu'on va dire Allah سبحانه وتعالى le droit qui est beaucoup ici sur la planète c'est ces maisons quand il est construit pour lui سبحانه وتعالى ça veut dire quoi quand moi mon coeur est attaché aux lieux que Allah سبحانه وتعالى aime ça veut dire qu'Allah va m'aimer parce que j'aime ce que Allah aime et cet amour il est c'est une amour on y change quand tu aimes les endroits que Allah aime automatiquement Allah il va t'aimer et quand Allah il t'aime Allah te préfère Allah te protège Allah te donne Allah il se t'assuit il se t'assuit de toi plus que cela Allah ne cache pas son amour à son serviteur Allah ne cache pas son amour Allah manifeste son amour à son serviteur son imam muslim il dit quand Allah aime quelqu'un il appelle Gabriel il lui dit oh Gabriel j'aime telle personne et c'est ce nom et c'est ce nom alors l'un de nous il va essayer de faire le maximum pour qu'elle a cette relation avec les mosquées d'Allah pour qu'au moins son nom soit cité entre Allah et Gabriel et entre Gabriel et les anges et entre Gabriel et toute la planète Allah aime telle oh Gabriel aime telle son nom est son frère Gabriel t'aime et Gabriel annonce aux habitants du ciel Allah aime la personne telle aimez-le les anges t'aiment vous imaginez ça veut dire quoi les anges t'aiment et Allah te pose la satisfaction et je ne parle pas vis-à-vis de toi même tes ennemis seront sympas vis-à-vis de toi ils ne peuvent pas traduire leur animosité c'est important tout cela pourquoi parce que j'ai un cœur attaché attaché au lieu d'Allah que Allah est ça l'idée d'Anne-ha بيت كل تقي أنها بيت كل تقي هذه البيوت التي تبنى لله بعد تعدد عن المقاصد البناء وكيفية البناء لأن تعدد فقط عن هذه القلوب وعلاقتها بهذه المؤسسة لأنها تقي بيت كل تقي هي بيت الله وجعلها الله سبحانه وتعالى بيت كل تقي لأن ها هي الوسيلة والطريقة التي مكن الله بها عباده لاستخلافه في العرض يقول النبي صلى الله عليه وسلم أخرج الإمام مستبر ويوك ذلك المسجد بيت كل تقي وتكفل الله سبحانه وتعالى لمن كان المسجد بيته بالروح والرحمة والجوار على الصورات إلى ردوان الله والجنة معاني العظيمة البيت كل تقي حينما يتعلق قلبي بالمسجد ينبغي أن أعمر هذا المسجد العمران المادي والعمران المحنوي الذي يكون حديثنا بعد والله سبحانه وتعالى يتكفل يضمن إذا كان الضامن الله ترأمه الضامن الله وكفى بالله وكيل سبحانه وتعالى فإنه يتكفل لمن كان المسجد بيته لمن جعل المسجد بيته في اعتباره تقي فإن الله يضمن له الروح والرحمة والجواز على السرات إلى الجنة سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى يتكفل في المرة والمسجد سبحانه وتعالى وكثير أحب كثيرًا 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 وكثيرًا كثيرًا المسجد التي تكون الله سبحانه وتعالى les maisons d'Allah سبحانه وتعالى et la maison de chaque pieux الله سبحانه وتعالى garantit à celui qui prend la maison d'Allah comme ça demeure la sincérité la miséricorde et que le basura sain sur le pont se dirige vers l'agrément et la satisfaction d'Allah سبحانه وتعالى vers le paradis alors cette relation que doit yappar vers le mosque apparemment il est étudié pour nous il n'est pas étudié pour Allah si on n'a pas construit les maisons d'Allah sur le terre ça ne va pas diminuer quelque chose d'un roya de l'Allah habibu karam hinama la yahtamu naas bilmassajid lam yunquus dalika firmu lk illahi shay'an wa hinama yahtamu lnaas bilmassajid lam yazayda dalika firmu lk illahi shay'an walaki lhah habibu karam minama al-amru hikiy antajil dhaha من هذه الثلاثة ما المقصد من هذه الثلاثة كلها أنها لله وأن أحب بقاع إلى الله وأنها بيت التقوى أنني أنا المستفيد أنا المستفيد ليس الله سبحانه وتعالى الله ظني عن علاقة أنا بالمجيد ولكن في الأخير تكون أنا يشهد لي بالإيمان وبالتقوى بزواج السيرات ومحبة الله سبحانه وتعالى ورضوانه وخدمة دي لبيتمه لديهم بأنerve الله سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى دلاني ICE وأنت continuous سبحانه وتعالى وأها الله سبحانه وتعالى gens سوف أتحقيق أن يكون هناك مجرد في حالة وشكل أسلاطة ولكن هناك مجرد 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 ويسأل من أجل أجل الله سبحانه وتعالى هل تعالى أخبارنا؟ أمارنا شرعو حتى نعال بنا وهذا هو السبب فالسلط لكي تكون أولا في من؟ لقد أردتنا لقد أردتنا لقد أردتنا لقد أردتنا لقد أردتنا سنسل على القرار لحتى نحتاج إلى هذه المرأة يجب أن يكون لنا المزيد المناطق لكي نتعلق اللي هل لي أن يكون هناك المزيد فحتني نتعلق بشين فارق بسرعة الحسن لأننا لا يمكن نعرف ذلك كما نستطيع في هذه المزيدة أنت لا نستطيع نتعلقوا على تتصب اللي لأن المزيدة ليست ثم فلا يموحًا لذلك الله سبحانه وتعالى أحباب الكرام أمر بهذا الأمر يعني بضي فقط مئة صادقة قل الله سبحانه وتعالى في سورة النور في بيوت أذن الله أن ترفع أذن الله أن ترفع في سنرجع لماذا في ضو إن هناك الآية بدأت ولكن قبلها آية أخرى آية سبعة وثلاثين وثمانية وثلاثين لسورة النور قبلها آية خمسة وثلاثين في بيوت أذن الله أن ترفع أن ترفع هنا يعني أن تبنى أن ترفع على الأرض أن ترى كمؤسسة في البيوت أدن الله أن ترفع ويذكر فيها سوء يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا يبيع عن ذكر الله ورقام الصلاة والإيتاء الزكاة يخافوني ومن تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله ولا يرزقهم من يشاء بغير حسابه طفحنا تعالى ذكرنا بهذه البيوت أمر الله سبحانه وتعالى وأدنى أن ترفع بمعنى ماذا؟ ينبغي فقط أن نجمع آليات البناء فإن الله قد أمر ببنائها بعز عزيز وبذل لليل شاء من شاء وأبى من أبى إذا أمر الله سبحانه وتعالى ببناء بيت من بيوته فسيختار له ويصطفي له رجال والنساء هذا كما يقال هذه البيوت يبنيها الرجال والنساء لتبني الرجال والنساء الله سبحانه وتعالى أدنى أنه سبحانه وتعالى أدنى أنه سبحانه وتعالى Lorenz بيننا دعوشان أترجي لأنه متعالى لأنه سبحانه وتعالى الس spo اعتبر рь من ومره سبحانه وتعالى presented وس 실� to its ومره سبحانه وتعالى صبحانه وتعالى أ Adams think سبحانه وتعالى أدنى أنه سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى اللهم أض Heria لا يتكلم بالإذن وحليس يحب وتعالى لإذن الله اللهم يحب وحتى يأتي خلي من العيس وظى mucho إن شاء الله ف Minsk الله يَا رَحُمُّى أَحْرِمِ وَكَ من أحْرِمِنِينَ وَشَأْرِمِنَةَ وَكَانا سَا وَالَحْرِمِنَّا وَإِسْرِ اللَّهُ عاماً و Hoch darling تكي gust وس там أسود العاث كذية ي110 Something's أُ 날 قدو سعيشك جعل ربطاً مهماً جداً بلنا الآية التي قبلها ما هي الآية التي قبلها؟ انظروا إلى هذا المعنى الجن يقول الله سبحانه وتعالى في الآية 35 قبل هذه الآية الله نور السماوات والأرض آية 35 قبل في بيوتين الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في الزجاجة الزجاجة كأنها كوكب ذري يقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تنصص هنا نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويدرم الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم في بيوتين أذين الله لا تحدث عن النور الله نور السماوات والأرض نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء قال لي ما ذن كثير الربط بين الآيات في بيوت أذن الله قال لما ذكر الله سبحانه وتعالى نوره الذي به يصلح القلب واصلح حال الناس والمسلمين ذكر الله هذا النور الذي والهداية والإيمان والتقوى والعلاقة الموصولة بالله ذكر محل نزوله في الأرض قال هذا النور في بيوت ينزل في بيوت الله ينزل التي رفع التنزل وذكر المستفيدين من هذا النور من هم المستفيدين؟ رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله لن ذكر الله سبحانه وتعالى نوره يهدي الله لنوره من يشاء في بيوت رجال لا تلهيهم تجارة فذكر نور وذكر محل نزوله وذكر المستفيد من نجم ونحن يا أحباب الكرم ماذا نبتغي في عليتهم؟ نبتغي هذا النور لماذا تأتون وتصمم لماذا تزكون لماذا تصومون لماذا تحجون لماذا أنتم مسلمون الأصب نور الله وليد الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى الظلمات إلى نور ولكن نبت لتحقق هذه المريا اللهم يسكين ضمين اللهم يزكين ضمين استمر ل tissue وبدا spin تعالى وما أنفسك فيها في كل هذا لا يفصل على جهود الله المترجم للغاة في هذا اللبغ عندما ينزل من أهل من الله عندما ينزل من وجهة جدًا ويساً لا ينزل في المسكة يتبعون أن ينزل من أكثر أما من أنت تفهم في البيض حبيث أحبب لسأل الله يمكنك أن تساعد لها ويصدها لأسواق الله يذكر معنا في هذا أجلس لأسواق إن أسواق أمان تطعر لنفس الناس فلابدأ من السوق لكي نبني المسجد فلابدأ نكون نتشارك أن نذهب إلى السوق ونشتري ويكون عندنا بما نبني المسجد إنما حينما تكون الأسواق منها تلهي الناس عن بيوت الله فأصبحت شر بقاء الله لأنها تلهي عن بناء حب بيوت الله هذا هو المقصد فلما تلعب الله تعالى من سنتونه إليه وليس ستحدي وريكَ ملني الناس عن بيوت الله من السوق تلعب الله يعانين تلعب الله لك أنه يغلق الله ويريا من سنتونه يتراتي للشادة وليس سيكون يمبني المسجد إنه هناك أكثر من ذلك، ذلك الإنسان دائماً لا ينتهيب النبي قال من دخل إلى المسجد وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك الله له الموت والحمد حيوميته وعلى كل شيء قدير حطت عنه ألف خطيئة ورفعته ألف درجات وانتا تدخل إلى ماذا؟ تدخل إلى السوق بقلب معلق بالمساجد تغلت على موسكي؟ تغلت على مرشي؟ 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 الحمد لله رب العالمين حمداً كفيراً قيماً مباركاً فيه وسل الله وسلم وظاهر على سلنا مفهومة الآلة أما بعد سيكون لنا حديث إن شاء الله في الأسبوع المقبل بقينا من الأحياء لتتمة هذا الموضوع وفضل أجر بناء المساجد وكذلك ولكن قبل ذلك لا يفوتني أن أذكر الإخوان والأخوات والمسلمين والشباب عموماً نكون حذرينك في الأسبوع المقبل سننهي 2013 وسنبدأ 2014 مع كامل الأسف من أبناء وبنات المسلمين من ينهون هذه السنة الشمسية بالمعاصي ويبدأون السنة الشمسية المقبلة بالمعاصي وشر سنة بديت بالمعاصي أنهيت بالمعاصي وبدأت بالمعاصي شر سنة تستودعها بالمعاصي وشر سنة تبدأها بالمعاصي إياكم وإياكم ثم إياكم صحوا أهليكم ودويكم وأولادكم وشبابكم وشباتكم ألا تنساقوا مع السياق غيرنا غيرنا يفعلون ما يشاءون هي صحائفهم فليملأوها بما شاءون ولكن لنا صحائفنا ولنا جيننا ولنا عقيدتنا ولنا أخلاؤنا حتى إذا أردنا أن نحتفل أنا بغي أن يكون احتفالنا فيه ذكر الله فيه قلوب متعلقة ببيت الله ذلك أنا أحدر كثير من الناس يعني يرون أمام أعلم أولادهم كيف يحتفلون بهذه السنة وهي سنة شمسية لا أنا من عليها لا على النصارى ولا على اليهود ولا هي سنة شمسية لا تنتمي إلى دين ولا إلى ملة أهل الديانة سنواء يعني يوم في الشهر قد مضى وانتهى هذه سنة شمسية والشمس تدور في كل سنة وإنما هذا الدوران يلبي أن يذكرنا بأنه شيء معمارنا كل إمام الحصر البصري يا عبد الله إنما أنت أيام وليالي فإذا ذهب يوم منك قد ذهب بعض منك ألفين وثلاثة عشر ذهب بعض منك مش ذهب بعض مننا مات ذهب بعض مني من عمري أنا من عمري سأودع ألفين وثمات عشر كيف سيودعها؟ بالمعاصي؟ بشرب الخمور؟ بالزنا؟ بالفعش؟ بالصهر على معصية الله؟ أم سأبكي على خطيئتي؟ أم سأتوب إلى مولاني؟ أم سأخذ العزم على أن تبدأ السنة الشمسية الجديدة كما بدأنا السنة الهجرية الجديدة بطاعة الله؟ والإقبال على الله؟ والقوكي على خطيئتنا؟ وتمنياتنا ورجائنا من الله؟ انجعل هذه السنة سنة خير وبركة ونصر وعيسة وطاقوة وإيمان أم سأخذ'dي أعمgg وغطيئتنا لكい سيدة نس Mulفتر أعز Billين ستعمل اكتبار ومن May 2014؟ قد أجداد للحدث؟ لا يفتح من الإبعال إلى الوصول وباعل ذلك؟ البقاء للغاية لمية الله؟ ثم ببقليل الرنسية؟ حيث ازالة؟ المضيف أيضاً؟ من المنظورة في من كنت يدفع اقول سنة، ولكن من أمتلك لا يمكنني المفكر هل سنة تقريبا عن داخل؟ مع سنة محمس للمسلما لتك؟ حققوا لي شرط واحد واحتفلوا. مش مشكلة. ولكن احتباله مش بالخمر وكذا. شرط واحد. من اخذ ملفه في سنة 2013 وجد ان جل الصلوات في سنة 2013 صلاها في الوقت وفي المسجد. جل الصلوات. 90% من الصلوات صلاها في الوقت وفي المسجد. واحد. اثنين. انه ادى زكاة 2013. الناس من يؤدي زكاة. ترغم ان الزكاة تحسبه بشهر. ولكن الشهر الهجري الموافق الذي وابقت في 2014. من كانت علاقته مع اولاده واسرته وصلة رحمه فيما يرضى الله فليحتفل. تجير منا قدع علاقته باسرته فقطعت علاقته بالله ويحتفل بمرور السنة ومجيء السنة. يحق لك ان تحتفل وانت تبغي الفسادة في الأرض. من لم تتعلق دمته بعرض أو بمال أو بخيانته فليحتفل. كثير من المسلمين تعلقت أعناقهم وسفكوا الدماء. وهتكوا الأعراض وخربوا البيوت وفيها بيوت الله ويحتفلوا. سوال هذه المسلمين تتفكر تأخفل. كنت محن أن الدماء يظففل. كن دمت فيها بنامجي الأرض بين المنزل. تأخفل، طولة من المنزل بيات ثقات تأخفوا هذه السنة. لكثير من الفتر أن تتفكر تأخفوا تؤخفوها فقط بها تأخفوا مع الدماء. ولكن تنمج دمت فيها الشيخ عليك. تأخفوا تكونين المزل على هذا الناس ليس خلال . ولكنك تحفوا تقفوا لكاً تتفكر بها ستفكر بالله؟ انت محن تأخفون عليك. لما توجدت من شديدا لا تحصل إلى شديد إلى شديد أو لذلك إلى شديد أو لم تذهب إلى صمة الله أنه يزال قد نبال قد نبال قد نبال Mais regarde notre dossier Est ce qu'il est complet ou non ? Alors c'est Le sujet va faire son tour Pour nous rappeler Faites attention Comme il a dit l'imam Hassan al-Bastri Au serviteur d'Allah Quelque déjeures Et dic Yani Quand une nuit Cette journée passe C'est une partie du toit qui passe Alors 2013 C'est une partie de nous qui passe Vous savez qu'en 2013 J'avais entendu Qu'il y a plus de 9 personnes Qui ont perdu Au sein de cette mosquite Ne sont pas vécu il 2013 2014 نوع من زماني الحمصة يكونون فاني نجد خلط شامل من أجل النغل على عيشون سنعيش إنه مجموحي ربع أن أمن المنفف الفراني بها ليس لن أبعد المسارين لا يجب أن نتعلق بل 바دان قليل مرايسة الأنبياء فرقوة أغناء واجمع شتتنا والفتت بيننا واصلنا على من عادنا واصلابك من الرشاد والسداد وفصل الخطاب واجعلنا من عبادك الصالحين المصلحين ربنا إياك سألنا ولإحسانك تعرضنا وما عندك من الخير طربنا فاقبل اللهم بوجهك الكريم علينا اللهم يا رب لا تخيفك رجاءنا اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم يا دا الجلال والكرام لعمار بيتك أن تزودهم بنور في قلوبهم يضيء لهم طريقهم إليك يا دا الجلال الكرام ويضيء لهم طريقهم في صراتك حتى يمروا كالبر اللهم يا رب بمن عمر بيتك ومن زام في بيتك ومن اجتاد في بيتك ومن خطط لبيتك ومن اهتم ببيتك اللهم يا رب اجعل همه همًا واحدً وفرج عنه وهمهم ويد الجلال الكرام اللهم إنا نسألك يا رب العالمين أن تفرج يا رب كربة المكروبين اللهم يا رب انفس عن المهمومين اللهم أنا إخوةً في سوريا وإخوةً في مصر وإخوةً في فلسطين وإخوةً في بورما ويقتل في كل مكان يضطادون ويقتلون اللهم أقول لهم وليا ونصيرا اللهم يا ربي لا يأتي لا تأتي شمس 2014 حتى تأتي يأتي أمرك على الظالمين اللهم أخذ مخدر عزيزي المقتدر اللهم يا ربي أتني شبورنا اللهم يا ربي أكرر أعيننا بانتقامك من الظالمين فقد تغوا في الأرض والعباد هتكوا الأعراف وسفكوا الدماء وخربوا بيوتك اللهم يا ربي غدبك الذي لا يتقى اللهم غدبك الذي لا يتقى اللهم يا ربي إنا نسألك لإخوان من التابتين اللهم تبتهم على الحق والدين اللهم تبتهم على الحق والدين اللهم قوي إيمانهم اللهم عليك بعلماء السوء الذين يفتون لقتل المسلمين اللهم عليك بهم يا قوي يا عزيز فإنهم لا يحجزون قدرتك يا قوي يا عزيز ومن أراد بالإسام المسلمين خيرا فأعله عليه ومن أراد بالإسام المسلمين شرعا فكفنا شرعه كيف شئت وأنا شئت ومتى شئت بقوتك يا عزيز يا جبار فإنهم يحشجون قدرتك اللهم صلح أهل هذه البلاد اللهم يا ربي دين فينا أهل هذه البلاد اللهم فقنا لبنائك في هذه البلاد واجعلهم منارة يدعو إليك وإلى سبيلك وإلى دينك وإلى شريعة دينك رب يغفر ورحم وتجاوز عما تعلم فأنتنا عز الأكرم وسل الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والحمد لله رب العالمين وأقيم الصلاة